من أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الردواني واتطلع الحي القيوم وتجلى برحمته وردوانه التجلي العام واهتز الأرش طرابا ومال الكرسي عقابا واهتز الأرش طرابا ومال الكرسي عقابا والتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتنكست على روسها الأصنام ونطقت دواب قريش بالمقالات العربية وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراغ الأنام وفرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر النفضية وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بظهور مصباح الظلام ونادى لسان حال الكائنات جاءنا اليسر بعد الشدائد العسرية وظهر إمام العدل والرقيب من الحواسد نام ولم تجد أمه في حمله وحما ولا تعبا ولا كربيا ولا ثقلا ولا هزالا ولا مس آلام وكان صلى الله عليه وسلم وهو في بطل أمه يسبح ويقدس ذات ربه الوحدانيا فكانت السيدة آمنة تسمع تسبيحه وتقديسه وهو في بطنها فسبحوا من لا ينام